في توصيات الحوار الوطني من أهم التوصيات الاهتمام بالثقافة يعني كانت واخدة مرتبة أولى قبل حتى حاجات كتير خاصة بالاقتصاد ده على الفكرة بيطام من شعب عند وعي كمية الناس اللي راحت المعرض دي أكد لك إنه شعبنا والله متوازن بحب الثقافة والفن بتحيي من الداخل طيب نروح بقى بما إننا نتحدث عن الثقافة والفن والإحياء إحياء الوجدان سعيدة بإنه عندي الآن ضيفتي اللي التقيت معها يمكن من خلال التساع ولكن كانت بتستلم جايزة أو استلمت جايزة وكنا عاملين معها الزوم وهي موجودة في كندا لكن لإن التساعة دائما بتتابع كل المبدعين في كل مكان وإحنا اهتمينا بيها بشكل كبير فكانت الفرصة إنها تبقى موجودة خلاص في القاهرة وطبعا هي موجودة في المعرض علشان المؤلفات بتاعتها فكانت طبعا فرصة إنها تنورنا في التساع هي أستاذة جامعية بتدرس السينما ولكن كمان بتحب تقدم نفسها بالكتابة لأن الكتابة هي روح بالنسبة لها ميت المساني كاتبة وروائية مصرية حاصلة على وسام الأداب والفنون برتبت فارس من الحكومة الفرنسية على فكرة ده مش حاجة سهلة وده طبعا كان في لقاء خاص كمان في التساع وعن مشاركتها كمان حيكون في معرض الكتاب في دورته الخمسة وخمسين ولها إصدارين للجنة صور عجبني الإسم قوي وطرق كثيرة للسفر وأشياء كثيرة جدا هنتكلم فيها تعالوا نقترب أكثر من هذه الكاتبة والمبدعة ميت المسانيين مساء الخير مساء الخير من وراني مرسي خالص يعني أنا سعيدة لأنه إحنا تواصلنا من فترة وبعدين يعني جدتنا التواصل بوجودك معنا نك تبقي مشرفانا النهاردة لا وأنا سعيدة دايما نكون معاك بجد أكيد طيب أنا مش عارفة أبدأ منين ومنين نبدأ من المعرض يعني نبدأ من المعرض ونبدأ من المؤلفات اللي مفروض الناس يعني بتحاول بقى تقرأ والناس بتشتري أحساسك إيه بالمعرض بعد غياب فترة وتيجي تلاقي أنا بشوف المعرض فيه شعب يعني لما الأعداد تبقى يعني هتعدي 2 مليون ده شعب بيروحي صحيح 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 لا ببقى سعيدة جدا يعني مش دايما بتصادف أن أنا كنت في مصر وقت المعرض فلما بتصادف ببقى سعيدة بس أن أنا يعني أشوف الناس وأتعامل معاهم وكده فبالإضافة لأنه بشوف الكتب وبشتري وبتعامل مع الشباب بالذات في المعرض